امتلأت شوارع هونغ كونغ الأربعاء بعشرات الآلاف من المتظاهرين المشاركين في تحرك لمناسبة رأس السنة يهدف لبث روح جديدة في حراك المطالبين بالديمقراطية وتعيش المستعمر البريطاني السابق منذ حزيران يونيو أخطر أزمة لها منذ إعادتها إلى بكين في عام 1997 وحمل العديد من المحتجين لفتات تضمنت المطالب الرئيسية للحراك الاحتجاجي خصوصا فتح تحقيق مستقل بأداء الشرطة والعفو لكل الموقفين وإنفاذ نظام انتخابي بالاقتراع العام ومنذ بدء التظاهرات في حزيران يونيو أوقف نحو 6500 شخص ثلثهم دون العشرين عاما ومازالت السلطات المدعومة من بكين بقيادة كاري لام ترفض تنفيذ مطالب المتظاهرين وبموجب بنود إعادة المستعمر البريطانية السابقة إلى الصين تحظى هونغ كونغ بهامش حريات فريد لكن المخاوف تزايدت في السنوات الماضية من أن تصبح مهددة مع ممارسة بكين نفوذا أوسع في المدينة ترجمة نانسي قنقر